وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة سعادة السيد ممدوح الصالح عضو مجلس النواب سعادة النائب مساء الخير ولو تطلعنا على ما أبرز ما جاء في هذا الاجتماع الذي شاركتم فيه بداية حبيت أشكركم على هذه الاستضافة اليوم كانت أدنى الجلسة الإجرائية لانتخاب رئيس البرلمان العربي ونواب رئيس البرلمان العربي طبعا ولله الحمد فازت دولة الإمارات ممثلة في أخونا معاني النائب محمد أحمد اليماحي رئيسا جديدا للبرلمان العربي ونهن بذلك رئيس دولة الإمارات وكذلك حكومة الإمارات ومجلس الوطني للإمارات والشعب الإماراتي وهذا فوز حقيقة فوز للبحرين قبل أن يكون فوزا إلى الأخوان في الإمارات طبعا يعني ونبارك كذلك لبقية الأخوان اللي فازوا بتكليفهم الجديد وخصوصا في هذه المرحلة الصعبة التي بلا شك بحاجة إلى تكاتف الجميع بحاجة إلى تطلعات شعوب العربية ونحن إن شاء الله على ثقة تامة بقيادة الأخ العزيز مع النائب محمد أحمد اليماحي كذلك بعد الجلسة الإجرائية للانتخابات صار في عندنا جلسات اجتماع للليجان وكذلك كانت اجتماعات إجرائية لانتخاب رؤساء ونواب الليجان الدائمة في البرلمان العربي ولله الحمد كانت هناك انتخابات شفافة وإن شاء الله هذه المرحلة الدور الأول من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي يكون إن شاء الله بمرحلة جديدة تطلعات جديدة للشعب العربي نعم من القاهرة سعادة سيد مبدوح الصالح ومجلس النواب شكرا جزيلا لك شكرا